موسيقى اهلا ومرحبا بكم في درس جديد من درس مادة العلوم فيزيائية لسنة الثانية باكالوريا علوم جريبية في حيثة اليوم سنرى درس من درس الكيمياء وبالضبط سنرى التحولات التي تحدث في المنحين في درس اليوم سنرى أحمد القواعد إضافة إلى بأرش المحلول وقياسه الدرس هذا ما هو إلا ملخص لدرس كتب الشوات السنة ودرس كتب السنوات السابقة أول شيء نعرف حمد وقاعدة بحسب قاعدة برونشتد برونشتد هو السيد اللي كتبه في الصورة أمامكم برونشتد يقول يمكن للحمد AH أن يحرر بروتونان H ونكتب AH يعطينا أموان زائد H بينما يمكن للقاعدة B أو لك نكتب A-1 أن تكتسب بروتونا H ونكتب B زائد H ينتج عنها بH أو نكتب أموان زائد H كتعطينا AH يعني باش تفرقوا بين حمد وقاعدة حسب برونشتد يكفي أن نشوف واش هذك العنصر يكتسب بروتون أو لا يحرر بروتون فإذا حرر البروتون أش بلوس فنعلم أنه حمد بينما إذا اكتسب البروتون أش بلوس فنعلم أنه قاعدة يعني أنه جسم يملك بروتون أش بلوس بعد تحريره كيولي أموان لا لحتونا تسمية القاعدة نعرف المزدوجات حمد قاعدة بما يلي يوافق كل نوع كيميائي حمد AH قاعدة مرافقة B يعني أن لكل حمد نجد زوج ملائم من العناصر الكيميائية اللي كيشكل قاعدة ونرموز هذه المزدوجة بAH على B يعني أن اللي نعقل عليه هو أن الحمد هو اللي كيكون الفوق بينما القاعدة كتكون في الأسفل هذه المزدوجات تسمى مزدوجات حمد قاعدة كمثال H2O مع OH1 فهذه الحالة نقول أن H2O هو اللي كيمتلي الحمد وOH1 كيمتلي القاعدة أو لا في حالة H3O فإن H3O كيمتلي الحمد بينما H2O كيمتلي القاعدة يمكن لكم تكتبوا التفاعل أو لدي H3O فإنه يحرر H يعني يعطيني H زائد H12O بينما في الدفا الأخرى عندي H2O كيف نكتبوه هو H زائد H- كيف تلاحظوا بأن H2O من راكي العبدهور حمد من راكي العبدهور قاعدة على حسب العنصر الآخر لمعاه تحولات حمدية القاعدة عند حدود تحول حمد قاعدة بين الحمد A1 للمزدوجة A1 B1 مع القاعدة B2 للمزدوجة A2 B2 نكتب معادلة التفاعل على الشكل التالي عندي A1 زائد B2 ماذا يساوي؟ أي ساوي لي B2 زائد A2 يعني هنا كنلاحظوا بحلة قلبنا الأدوار يعني نأخذ الحمد المزدوجة الأولى مع القاعدة دي المزدوجة الثانية للمزدوجة الثانية والقاعدة دي المزدوجة الأولى نمر الآن للتعريف بH تحتوي جميع السوائل المائية على أيونات H3O Plus ليه أيونات لوكسونيوم طلاقا من هاد الخاصية هدي نستطيع تعريف pH المحلول المائي بالعلاقة التالية pH كيساوي ناقص لغاريتم للتركيز المولي لH3O Plus أو لا تركيز H3O Plus كيساوي لنا 10 وسناقص pH كما قلت بأن تركيز H3O Plus هو تركيز الأوكسونيوم ووحدته مول لترموانزة يعني يخصي العقل علي هو أنا بتحسب pH يكفيني حساب تركيز H3O Plus في المحلول نستطيع قياس pH محلول مائي بجهاز pH متر كما كتبوا في شكل أمامكم يكفي غرس القضيب هذا في المحلول فنرى على شاشة pH متر قيمة pH المحلول نلاحظ أنه عند درجة حرارة 25 درجة سيسيوس نجد أنه إذا كان المحلول الحمضي فإن pH يكون صغر من 7 صغر قطعاً إذا كان المحلول محايد فإن pH يساوي 7 وإذا كان المحلول القاعدي فإن pH يساوي 7 يعني أنا في درجة حرارة 25 يعني في درجة حرارة الغرفة إذا تم قياس pH ووجدناه أصغر من أو لا أكبر قطعاً أو لو يساوي 7 ففد الحالة كنعرفه مش المحلول الحمضي أو لمحايد أو لا قاعدي كنتم أن تكونوا استفتوا معي في حسات اليوم على أمان تلقوا في حسة أخرى ودرس جديد من دروس مادة العلوم فيزيائية للسنة الثانية باكالوريا علوم جريبية